اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تصريح متير من الرقراجي بعد التعادل أمام الرجاء أبدأ ولد الرقراجي مدرب الويداد الرياضي لكرة القدم سعادته بالتعادل أمام الرجاء الرياضي في الديربي الذي انتهى بينهما قبل قليل من يوم السبت في إطار الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية وقال الرقراجي في تصريح أدل به بعد نهاية الديربي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف المثله لم نظهر بتكلين جيد خلال الجولة الأولى بخلاف الجولة الثانية التي أظهر خلالها لاعب الويداد شخصية الفريق واعترف الرقراجي بتأطور الديربي بغياب الجمهور مؤكدا أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى دفء الجماهير يذكر أنه تقدم للويداد في النتيجة اللاعب صلاح الدين بنيشو في معادل للرجاء المدافع مروان الهدهودي ويبتعد الويداد عن الرجاء بخمس نقاط في صبورة ترتيب البطولة الوطنية خبر عاجل نجمون عالمي يصدم الجماهير المغربية وخليل زيتش ويختار تمثيل إسبانيا وهذا ما صرح به أكد إبراهيم دياز جناح أيسيميلان الإيطالي اختياره رسميا تمثيل المنتخب الإسباني بعدما تم استداؤه في اللائحة الخاصة بمواجهتي اليونان والسويد ضمن التصفية الأوروبية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 2022 بقطر ليضع بذلك حد لإمكانية حمله قميص المنتخب الوطني المغربي كونه ينحدر من أصول مغربية ونشر العبوري المدريد السابق تدوينة عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي أنستغرام جاء فيها الكثير من الأحلام راودتني حول هذا القميص على امتداد طفولتي يا له من فخر ومن سعادة أن أكون مؤهلة للحضور رفقة المنتخب الإسباني وسبق للجانب المغربي أن سعى خلف إقناع دياز بالدفاع عن ألوان أصد الأطلس في السنوات الأخيرة بيد أن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة اختارت تريوت وانتظار فرصته رفقة المنتخب الإسباني يشار إلى أن دياز يزاول في صفوف الميلان كمعاري لغاية صيف 2023 من ريال مدريد وشارك هذا الموسم في عشر مباريات أحرز فيها أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين عميد المنتخب المغربي مرشح لإنهاء مسيرته في الهلال السعودي لم تستبع تقارر إعلامي السعودية إمكانية انضمام عميد منتخب المغرب لكرة القدم غانم سيس إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال مرحلة الانتقالة الصيفية المقبلة بعد أن عاد الفريق السعودي لتقديم عرض للاعب نادي الفرامتن الإنجليزي للمرة الثانية لضم اللاعب الذي سيصبح حرا في يونيو 2022 في ظل عدم تقدم ناديه الحالي بعرض لتجديد عقده وأكدت تقارير أن إدارة الهلال السعودي عرضت 2.5 مليون دولار راتبا سنويا لللاعب غانم سيس لإغرائه بالانضمام إلى النادي خصوصا أنها المرة الثانية التي يبدو فيها النادي اهتمامه بخدمة العميد المغربي ويريد الهلال السعودي وفقا لما أوردت المصادر ذاتها حسم الصفقة مطلع عام 2022 خصوصا أن غانم سيس يمكنه مفاوضة النادي الذي يريد توقيع عقده معه بداية من شهر يناير المقبل وربما يكون للبوسني وحيد خليل الزيت مدرب المنتخب المغربي لأول لكرة القدم رأي آخر في قرار انضمام العميد إلى الدور السعودي الممتاز فيضل اعتماده بنسبة تفوق 80% على تشكيلة تضم محترف أوروبا إذ فقد نور الدين أمر رابط اللاعب السابق في صفوف نادي ناصر السعودي مكانه رفقة المنتخب المغربي منذ عامين تقريبا بسبب اختيارات خليل الزيتش الذي يعطي الأولوية للاعب أوروبا ولم يتقبل أمر رابط قرر الطاقم الفني لأصود الأطلس وعبر عن الأمر في برامج تلفزيوني هولندية مشيرا إلى أنه كان من المفترض التواصل معه بشكل مباشر لتفسير إسقاط اسمه بشكل متكرر من لوائح المنتخب بعد أن قضى سنوات رفقة المجموعة وأبدأ أمر رابط احترامه لقرار خليل الزيتش لكن عتابه كان في الشق المتعلق بالتواصل معه لإخباره بالمستجدات خصوصا أن خليل الزيتش أحدث تطورة من التغييرات في التركيبة الأساسية لمنتخب المغرب باستدعاء مجموعة من الأسماء الشابة بعضها ضارت لأول مرة في مرحلة التصفية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 الشاب بعد الديربي تمت إقالتي عشر مرات وأنا لا أخسر المباريات الكبيرة قال لسعد جرد الشاب مدريب الراجع الرياضي لكرة القدام إن مبدأه في التدريب هو عدم تلقي الهزيمة في المباريات الكبيرة على غرار المباراة ضد الويداد الرياضي في الديربي الذي انتهى قبل قليل من يومي السابت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وأضاف المدريب التونسي في تصريح أدلا به لقناة أبو ظبي الرياضي بعد نهاية الديربي إن نسبة 90% من تصريحات المهللين أعطوا الفوز للويداد لكنه عرف كيف يخيب ظنهم وتابع الشاب شوف نقول لك الشاب لا يحب الهزيمة في المباريات الكبيرة الحمد لله فزت على شبيبة القبائل والتيحة الجد السعودي واليوم كان فينا الكبير ضد الويداد واتعادلنا وكنت نقدر نربح لو سجلنا هيري محمد لمحاولة الأخيرة وحول مسألة إقالته من الرجع رد المدريب السابق للإتحاد المنسيري عن الأخبار المتدولة بشأن ذلك تمت إقالة عشر مرات في الأوينات الأخيرة الحمد لله كنحل الرزقي وأشتغل بتفاني والكل يعرف ذلك قرار واحد خليل الزيتش يهدد غيابة دولية المغربي حكم زياش نجم تشيس الإنجليزي عن كأس الأمم الإفراقية بالكاميرون بات الدولي والمغربي حكم زياش نجم تشيس الإنجليزي مهددا بعدم الحضور في كأس الأمم الإفراقية المقبلة والمقررة بالكاميرون في يناير من العام القادم واستغنى الناخب الوطني واحد خليل الزيتش عن خدمة زياش للمعسكر الثاني تواليا مفضل عدم الحديث عن استبعاده خلال الندوة الصعفية التي أقيمت يوم الخميس الماضي ووجه خليل زيش بهذا الاستبعاد رسالة مشفرة لزياش مفاده أنه بات خارج حسابته في المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة الأمر الذي يهدد بشكل كبير مشاركته في كان الكاميرون وكان الناخب الوطني قد أرجع رفضه لاستدعاء زياش إلى المنتخب لسلوكات الأخير وعدم انضباطه في المعسكرات التدريبية للأصود خاصة في معسكر شهر يونيو الماضي والذي وجه خلاله المنتخب المغربي كل من غانا وبوركنافاسو إشادة كبيرة بلاعب رجاوي بعد التعادل أمام الوداد تلقى مروان الهدود لعب رجاء الرياضي لكرة القدم إشادة واسعة من الجماهر الراجوية عقب تسجيله هدف تفادي الهزيمة الثالثة على التولي أمام الوداد الرياضي في آخر ثلاث مباريات الديربي وانهالت عبارات التناول إشادة على الهدود بعد هدفه التمين الذي منح التعادل لفريقه أمام الوداد الرياضي بعدما كان الأخير في طريقه إلى توسيع فريق النقاط بينه وبين غريمه إلى تماني نقاط واتفق الراجوي على أن الهدود إلى جانب الحارس أنسزنيتي هما نجوم الديربي من جانب أبناء المدرب لسعاد الشابي بفضل أدائهما طيلة دقائق المباراة وارتقى الهدود ابن مدرسة الرجاء الرياضي والدولي المغربي ولعب نهضة بركان والدفاع الجديد سابقا وسط مدافع الوداد ليحول كرة تلقاها من عبد إله الحافظ إلى هدف عن طريق رأسية مركزة في شباك الحارس ريضة تقناوتي موسيقى